مي فرند ثلاث أسابيع ريحتك مني ثلاث أسابيع وأنا مستني والتوتوتوتوتو والحنة مني راجع خبرك بالكلمة الذهبية اللي رح ترجع حياتك طبيعية مي فرند أنا جيت السلام 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 عليكم معاكم موسى الحلو بفيديو جديد خفيف ونظيف رح ينزل اليوم اليوم هو تاني يوم العين كل عام انتوا بخير على كل حال رح تعرف بهذا الفيديو ايش صار بالثلاث أسابيع الأخيرة وليش انا وقفت صار لي ثلاث أسابيع بالظبط واحد وعشرين يوم موقف عن الفيديوهات ورح تعرف ايش عيصير بالثلاث أسابيع اللي جاية لذلك يا فرند أعطينا قليلا منا اللايكي والسبسكرايبات المجانية بس خلينا واشي نملش بالأسابيع الجاية حتى تعرفوا ايش رح يصير لانه في شغلات حلوة في هدية وفيه أغنية وفيه عيدية لا ما فيه عيدية ما أحد أعيدني اللي بده يعهيدني بصندوق الوصف فيه رابط بـ حول يعني خمسة بعشرة ياخب يورو حول حول يا ماي فرند حول أنا آسف أنا آسف خلاص خلاص برو برو وضبط لأمورك تسمعني لألك خلينا نحكي عن الهدية أول شي شكرا ماي فرند عن التفاعل والدعم الدائم عن الفيديوهات كل ما عبينزوا الفيديو والله عبت بيضوا الوجه باللايكات وبالتفاعل وبالعجابات وكل شي شان هيك إذا ضل الوضع ياك إن شاء الله من هون لشهر بتوصل القناة للعشر تلاف وعلى عشر تلاف لازم يعني الواحد يحكي تجيبه شوي مع أني راح أتندم يعني بعد الموضوع أني راح أعطي ثلاث أشخاص منكم انتو هدايا خاصة مني مع رسائل خاصة أنا قديش شايف بخلبي حياتي؟ كتير شايفة بس هيك لا والله مني شايفة راح أكثر على أنفي بصلي ماليش وأدفع شوي ش بدك تساوي أني؟ حياة الشهرة الحقيرة وين ما كنت تكون؟ عراق سوريا فلسطين الأردن عمان أردن عمان؟ أردن عمان ماشي؟ المهم ثلاثة منكم راح يستلموا هدايا راح أبعد كذا هدية لثلاث أشخاص مع رسالة خاصة مني شوف الدلع وانت بحياتك ما أجالك رسالة إلا من شركة الاتصالات تقول لك رقد نفز رصيدكم رقد مين رقد؟ لقد نفز الرصيدكم عزيز المشترك اختيار ثلاث أشخاص راح يكون على حسابي على الإنستغرام شان هيك السؤال انت ليش لسه ما نكبايفني على الإنستغرام؟ تفضل ضيفني هاي إنستغرامي موجود بأول تعليق وموجود بصندوق الوصف يعني بدك بس هيك كبسة واحدة ضيفني ممكن أضيفك ها؟ بكرة أصير بشهور وتندم ها؟ ها 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 لا جد ضيفوني على الإنستغرام لأنه بنشر نيكستوريات احياني بافتح لايف بالأخص اللي ما بكون متفاعل على اليونتيوب بكون متفاعل على أنستغرامك الخبر الثاني والشي اللي متحمس له أنا إلي فترة كبيرة هو الأغنية اللي متابعني سماع أكيد الشارع ببرنامج شاوي بلس ها هاKay بلاس شاوي بلاس شاوي بلاس شاوي بلاس ها هاي اغنية كاملة مسجلة وجاهزة ساعدني فيها رابر صديق إلي تدير مبدع اذا تكون تابوا وحسابوا وكنار راح اضطوكم انستغراموا بصندوق الوسط فالغنية كنتم مخططة انو انزلها كفيديو كليب بس نتخطى لعشر تلاف متابع واكون منزل تقريبا عشر حلقات من برنامج شاوي بلاس بس نظرا للظروف وديئ الوقت والتعب النفسي اللي عديت فيه هاي الفترة كلها يعني هون العزر مني مو من حدا تاني وما نزل كتير حلقات من شاوي بلاس لهيك راح اساويه فيديو كليب وانزلها على العشر تلاف كل شي واحد غنى راب يبطل خلص يجي يسوي عندي دورة راب ويروح مع انو انا لاني كاتب الكلام ولا نمساوي ولا شيء بس اه كاريزما كاريزما يعني سبحان الله متواضع اه اقولي استريح استريح بس الخبر الحلو انو راح ترجع حلقات شاوي بلاس حلقات اغرب من اللي شفتوها وبشكل اكبر بصراحة اي واحد يسوي فيديوهات على اليوتيوب كل ما شاف انو الناس عبتحب الشي اللي عبتساويه كل ما صار اسرع وصار يسوي فيديوهات اكتر المواضيع جاهزة يحرك اللبن فانا بكرا مسافر واحتمال ابلش تصوير الكليب تبع شاوي بلاس بهاليومين واللي بحب يشوف الكواليس يتابعني على انستغرامك كيد راح انشور الكواليس من التصوير هناك هلا بنجي على موضوع اشو هي الظروف اللي خلتني اقطع هاي فترة الثلاث اسابيع اللي متابعني بيعرف انو انا مرة نشرت فيديو انو هذا الفصل كتير مضغوط فيه وما عندي وقت وعندي كل اسبوع يعني ثلاثة الاربع مشاريع للجامعة مشان اقدمون فلهيك للأسف ما عندي وقت وهي ثلاث اسابيع كانت كلها تحضير للامتحان انا قدمت امتحان مبارح يعني لسه فريش مشان هيك حاسس متل كأنو حمل ونزاح عن كتفي رجعت شوي فيني الروح لانو الفترة الماضية عن جد كنت مكتئب ما عبطلع من البيت بس دراسة 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 فهذا الضغط والتحضير للامتحان والدراسة المكسفية خلتني ان اوقف هذو ثلاثة اسابيع لانو يعني امتحانات طبيعي وانا كنت حاسب انو بعد الامتحانات ان شاء الله رح اكسف اكتر جهود لليوتيوب ونزل فيديوهات اكتر ونعدل شوي الوضع بس متل ما قلت هذا كان يعني السبب اللي مخليني هلا انو ما انزل كتير ومتل ما حكيت قبل يعني حتى الامور المادية بالفترة اللي راحت كانت شوي صعبة هون بالاخص انو ما في كتير شغل يعني انت الحمدلله هون اللي باوروبا مشلوخ عين بيقلك انت داحيا بجناب الديواني يا ابوه والله بافي ماي فرند بس معلومة ايه اذا شفت واحد باوروبا سافر من بلده على ايطاليا وراح كم يوم هذا مو يعني عنده مصاري يعني هون بتسافر على ايطاليا على فرنسا وبتدفع للقطار عشرين يورو بتكون هونيك بالهوستل بتنام ثلاثة اربعة تيام تدفع مئة يورو يعني بتكلفك مئة مئة وخمسين مئتين يورو انت بتسفق عين اللي عم بتجأ متين هار بيجي مشلول على بلده اخ ربيتك على العين يا حمادي شوي شوي على العالم شوي دبحتنا دبحتنا حمادي حمادي دبحتنا ترى امسك كيك بالراسك واطخك ها المهم نرجع للموضوع خلصنا مبارح ثلاثة امتيحانات الحمدلله الهم ونزاح ان شاء الله كمان كل واحد قدم امتيحانات جامعة او بكالوريا او اي شيء كون قدم منيح ان شاء الله بالتوفيق للكل ودعولي ان شاء الله هيك الله يوفق اني وانجح كمان هاي المواد لانه كانت عن جد كتير صعبة وبدي بس اخلص منها اوكي ومع كل هاي الاخبار فيه خبر كمان ما بعرف ازالله وقته بس اتوقع مو وقته هلا راح احكيه بالوقت المناسب للأسف خبر جدا يعني هلا ممكن انتو تشوفوا طبعا فيه خبر او شي صار معاي راح يقلو بحياتي 180 درجة انتو ممكن تشوفوا الشخص ورا الكاميرا او ورا الشاشة عبيضحك ويمزح وعايش حياته مبسوط بس مو دايما هذا الشي يعني متل ما انت شايفوه فيه شغلات مخباية بقلوب الناس ما بيعلم فيها الا الله فاول شي الحمدلله على كل حال وان شاء الله يا رب هيك الله يختار لي الخير بهذا الموضوع لانه الموضوع كتير سيء يعني انا ما بحب انشور مشاكلي على السوشال ميديا او على اليوتيوب وانا مااني فاتح القناة لحتى انشور مشاكلي عليها وازيد هم العالم اكتر موهية عنده همومة هموم الناس كافية وانا بحاول دايما اني يعني بالعكس احاول اضحكك ما احاول اني ازعجك كشخص عبيتابع لانه انا واسق انه انت بقلبك حاليا فيهم وانا فيهم بقلبي وبقلبك الواحد شان هيك قول الحمدلله ارضى بالوضع اللي انت فيه ارضى بنصيبك وخلي عندك امل انه رب العالمين رح يختار لك المنيح وهذا الشي اللي انا كمان بفكر فيه متل ما قلت يعني انا ما بتوقع انه هاد الوقت المناسب اني احكي عن المشاكل ويمكن ما احكي ابدا ما بعرف ممكن احكي ممكن لأ وانت كشخص متابعني اذا بتحبني دعيلي يعني دعوي بظهر الغيب ممكن تغير اه بس خلينا نرجع للمواضيع حاج قبل ما ترجع على مواضيعك التانية اليوم تاني يوم الصبح بلشت اضب غراضي لانه مسافر بعد شوية متل ما حكيت مبارح في الليل بالفيديو يعني انا فعليا متل ما اناك شايف ما اخلص لسه المونتاج بس بدي اضيف له هاد الجزء بعدها بدي اضلش اضب غراضي هاي ممكن شايفين عم بضب شنتايتي جبت شنتاي جديدة للسفر ممتازة هاي طلبت من امازون بس ممتازة جدا للسفر لانه في عندك بول مسلا احظه في عندك هون ممتازة ممكن تحط فيه كل شيء له علاقة بالكاميرات وعدة التصوير لحاله وعندك قسم ثاني من فوق يلي ممكن تحط فيه لبسك وكل شيء اشياء ثاني عندك تحتاجه وممكن تكبره يعني فممتازة هي بالاخص للشخص اللي بيسافر انه ما يكون عندك كتير اغراض تحط كل اغراضك بشنتاية واحدة عدة التصوير زائد لبسك نفس الوقت كمان بتوفر عليك بالسفر لانه اذا حجزت بطيارة بشكل عام تدفع على الشنتاية تبعك اللي بدك تاخدها بالاخص اذا حاجز مع شركة طياران اسعارة رخيصة يعني مثل راين اير وهي الشركة اللي اسعارة تحت ال 50 يورو على البطاقة او تحت ال 100 يورو فشنتاية الظهر ما بياخدوا عليها بالعادة مسموح لك تاخد بالعادة شنتاية واحدة وهي بتكون انت اخدت كل العدة وبتكون قلت لهم تحقوا على غيري الفيديو كان فيه كلام تاني كنت اقوله بس شلته راح احسفه راح احط هذا الفيديو لصغير محله فحاليا راح اكمل مونتاج الفيديو خلصه ارفعه اليوتيوب لانه متل ما قلت راح ينزل اليوم وبعده راح ابلش تطبيق شنتاية وازبط اغراضي وبعده On the road فكرة من احلى السفرات هي سفر السيارة انك بتروح يعني بتعيش المغامر على الطريق بتعدي من مدن مختلفة بتروح بتشرب قهوة هون تفطر هون تتغدى هون بس لحد الان ما صورت هيك رحلة على الطريق ممكن اصور اليوم شوفكم فيديو جديد و الى اللقاء